ثم يشرع في الطواف ويفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبتدئ بالطواف وأن يكون متطهرا وهذا هو السنة وسنة وهو سنة وليس بواجب وقد جاء عن عبد الله بن عباس مرفوعا وصواب فيه الوقف الطواف بالبيت صلاة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهر وإنما هو من فعله عليه الصلاة والسلام يشرع أن يستلم الركن وأن يذكر الله عنده كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أكبر والركن يتسع كلما المحاذاة له كلما ابتعد الإنسان يتسعت الدائرة وكلما قارب منه ضاق فيقول الله أكبر إذا لم يستطع الاستلام وإن استطاع أن يستلم فيستلم الحجر فيقول بسم الله والله أكبر وأما غير ذلك فلا يشرع كان يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك فإن هذا لا يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل الحجر وهذا هو السنة وأما السجود عليه وأن يضع جبهته عليه فهذا لم يثبت فيه عن نبي عليه الصلاة والسلام شيء وإنما جاء في ذلك عن جماعة من الصحابة وإذا لم يستطع مسي الحجر مسه بيده وقبل يده أو مسه بعصى وقبل العصى أو رمى رداءه وقبل الرداء فإن هذا جاء عن عبد الله بن عباس وأما بالنسبة أن يستقبل بجسده الحجر فهذا قد جاء عن بعض السلف جاء عن أنس بن مالك كما جاء عن عاصم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذ بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر وكذلك جاء أيضا عن غيره من السلف كعن سعيد بن جبير ونحوهم وأما بالنسبة النظر إليه والالتفات فهذا أيضا مشروع وينبغي للإنسان أن يبتعد عن الزحام وأذية الناس فعبد الله بن عمر عليه الصلاة والله تعالى زحم الحجر حتى رعف عنفه ثم لم يعد مرة أخرى وذلك لأن فيه إذاء للناس أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أن عدم إذاء الناس أولى من إتيان الناس بالسنن وما يستلمه من أركان هو الحجر الأسود والركن اليماني وهما قبل الحجر الأسود إتيانا لمن كان طائف وأما بقية الأركان فلا يستلمها ولا يشير عندها ولا يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الطواف إلا ما كان بين الركنين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ويستحب له أن يرمل وأن يطبع وأما بالنسبة للرمل هو أن يجري الإنسان جريا شديدا أن يرمل ثلاثة أشواط وأن يمشي الأربع الباقية وأما للطباع هو أن يظهر كثفه الأيمن وأن يرمي بطرف إحرامه على من كبه الأيسر وهذا كله سنة وأما الرمل لأهل مكة فلا يشرع والصواب أنه للآفقيين كما جاعن عبد الله بن عمر كما رأى ابن أبي شيبة وغيره وأنه قال لا يرمل أهل مكة أو من أهل من مكة فإنه يأخذ نفس الحكم ويستحب له أن يكثر من ذكر الله عز وجل في الطواف بما جاع النبي عليه الصلاة والسلام بما تقدم الكلام عليه بين الركنين وكذلك جاعن عبد الرحمن بن عوف كما رأى ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه كان يقول في طوافي ربي قني شح نفسي ربي قني شح نفسي وأما معد ذلك فلم يثوت عن نبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن في الطواف لا أعلم عليها دليلا وينبغي الإنسان أن يشغل بالذكر والدعا وقد كري غير واحد قراءة القرآن في الطواف كما جاعن أحمد ولمان مالك بل بعض العلم استحبه كالشابعي وابن المبارك وغيره بل كان مجاهد رحمه الله يعرض القرآن على عثمان بن الأسود وهو يطوف ولا حرج على الإنسان أن يطوف راكبا وماشيا أو كان محمولا وطوافه في ذلك صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا حرج عليها أيضا أن يتكلم في أمر الدنيا في حال الطواف أن يسأل عن متاع أو يتكلم في مسألة علمية ونحو ذلك فإن أبا العالية يقول كان ابن عباس يعلمني لحن الكلام وأنا أطوف والمراد بذلك العربية ولا حرج عليها أن يطوف بالنعال إذا كانت نظيفة وقد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله كما ربى الإمام أحمد والفاكي من حديث من حديث زياد الحالة عن أبي هريرة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه نعليه عند المقام وكان ابن الزبير يطوف فين عليه كما رباه عنه عبد الله بن شريك وأما إذا كان في النعال شيء أو يخشى الإنسان مفسد من أن يراه بعض العامة ممن لا يعلم الأحكام فينبغي له أن يبتعد عن مواضع الشبهة كذلك إذا ظن أو ظن ولو ظن يسيرا أن فين عليه قذى أن يبتعد عن ذلك حتى لا يؤذي الأرض لأن الأرض ليست كالسابق تراب وإنما هي رخام وفيها فرش فربما تتأذى ويتأذى الناس من ذلك وقد كان طاووس كما روى الفاكه عن مروان بن الأصفر قال رأيت طاووسا يأتي المسجد فإذا بلغ الباب نزعا عليه وأخرج نعلا له أخرى فلبسها ودخل فيها يعني أن له نعال جديدة يلبسها للطواف وهذا فيه التوقي وينبغي الإنسان أن يستلم الحجر في كل شوط على ذلك النحو وأن يطوف سبعا على هد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الملتزم فلم يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام وهما بين الباب والحجر والتزام لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وإنما جاء عن بعض الصحابة فإنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه يتعود بين الركن والباب كما رواه مجاهد بن جبر عنه والسنة له بعد ذلك أن يصلي خلف المقام امتثال لقول الله عز وجل واتخذوا مقام إبراهيم المصلى وذكر هذه الآية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستدلال ولم يذكرها كالسنية كذلك أيضا عند شروعه في الطواف إن الصفاء والمروة من شعائر الله ينبغي الإنسان أن يعلم أن هذه الآية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من الناس والذين يصنفون في هذا يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله ولا يذكرون السنية واتخذوا مقام إبراهيم المصلى مع أنها جاءت في سيق واحد ولهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امتتال لأمر الله ولم يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف ينظر إلى الكعبة متعملا ولم يثبت أن نظر إلى الكعبة عبادة وإنما يفعله الإنسان إذا وجد رقة في قلبه أو نحو ذلك فلا حرج عليه أما تعبدا في ذاته فلا وينبغي أن يصلي الركاتين خلف المقام ويقرأ بما شاء وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسرة الإخلاص يقول يا أيها الكافرون والحديث في ذلك معلول قد جاء في حديث جابر وفيه شك وجاء أيضا وجاء أيضا من وجه آخر وعله غير واحد من العلماء فقد عله أبو داود وغيره وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن مسألة الستر المصلي في الصلاة والحرم يخاف فيها ما لا يخفف في غيرها وهذا ذهب إليه جماعة من السلف كقتادة والحسن وأبي جعفر وغيرهم ولهذا سميت مكة بكة لأن الرجال يصلون أمام النساء والنساء أمام الرجال وينبغي للإنسان بعد صلاته الركعتين أن يرجع إلى الركن وأن يستلمه فإن استلامه في ذلك سنة وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه